اشتركوا في القناة تنوين النص العديد من الطلبة لا يعرفون كيف ننون هذه الكلمة التي تنتهي بالهمزة المتطرفة إذن مثال في هذا المثال الذي يظهر أمامكم وهو سماء سماء بعض الطلبة يضيفون ألفة تنوين النص بعد الهمزة في هذه الحالة ولكن هذا الشيء خاطئ هذا الحالة خاطئة فنحن نرى أن هناك ألفا قد سبقت بهذه الهمزة والكتابة الصحيحة هي بهذه الطريقة فالهمزة يسبقها هنا ألف تعمل على إسنادها وتسندها فنحن هنا لسنا بحاجة لإضافة ألف أخرى للهمزة المتطرفة فبهذه الحالة هي الطريقة الصحيحة لكتابة تنوين الفتح في نهاية الكلمة المنتهية بالهمزة المتطرفة مثال آخر نرى أن بعض الطلاب يكتبون كلمة بضوءا بهذه الحالة لأنهم اعتمدوا على أن الكلمة انتهت بالهمزة المتطرفة ولكن هذه الكتابة خاطئة إذا نظرنا أن الهمزة هنا سبقت بواو ولم تسبق بألف فقاعدة الكتابة بهذا الشكل على رأسها هي عندما تسبق بألف فقط ولكن هنا سبقت بواو الشكل الصحيح هو بهذا الشكل نحن هنا نضف ألفا حتى تستند عليها هذه الهمزة فيجب أن يكون هناك ألف تستند عليها هذه الهمزة فقبلها قد سبقت بواو ولا تستطيع الهمزة أن تستند عليها ولكن نحن نعمل على إضافة ألف تنوين النص حتى نسند هذه الهمزة عليها إلى هنا انتهت هذه القاعدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته